أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هتفيا مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكين حول تطورات الأوضاع في المنطقة وذلك عقب الهجوم العسكري الإيراني ضد أهداف إسرائيلية وما شهدته الأسبوع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية بشكل بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة وتبدل شكري وبلينكين الرؤى والتقييمات حول ممارسات أو مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع حيث أحاط الوزير شكري نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة